فكر في واجبك كما تفكر في حقك وعمل طلبا للإدقاء لا طلبا للشهر والجزاء ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظرونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة المحاضرة الثانية في تاريخ الأدب البريطاني المحاضرة الأولى كانت عن تاريخ الأدب الإنجليزي القديم الانجلوساكسون لتريتشا والنهاردة إن شاء الله عن تاريخ الأدب الأدب اللغة الإنجليزية الوسطى اللي بيشار إليها بميدل إنجليش لتريتشا وأحيانا بيشار إليها بميدييفل ميدييفل إنجليش لتريتشا إنما يعني أنا أفضل ميدل إنجليش لتريتشا لأن كلمة ميدييفل دي معناها العصول الوسطى الكورون الوسطى وليس أدب اللغة الإنجليزية الوسطى فقط ينتمي ويعبر عن العصور الوسطى لأن أدب اللغة الإنجليزية القديمة Old English Literature هو أيضا ينتمي إلى العصور الوسطى لأن أدب اللغة الإنجليزية القديمة يبدأ من القرن الخامس تقريبا إلى القرن الحداشر حتى 1066 سنة غزو الغزو النورماندي لإنجلترا فهو أيضا يقع في العصور الوسطى فأعتقد يعني مش من الأفضل أن ننشيل لأدب اللغة الإنجليزية القديمة بأنه أدب اللغة الإنجليزية القديمة في اللغة الإنجليزية في العصور الوسطى أعتقد أن تسميها مش دقيقة بمعنى آخر مراجع زي ما استعرضت في الحلقة الماضية هذا المرجع هو الأساس عندي The Short Oxford History of English Literature تاريخ مختصر من جامعة أكسفورد عن أدب الإنجليزي مألفه أندرو ساندرز وفيه كتابين أيضا يعتبرون جود تكست بوكس يعني كتاب الأول A Brief History of English Literature From the Old English Period to the 1990s تاريخ مختصر للأدب الإنجليزي من الأدب الإنجليزي القديم حتى تسعينيات القرن الماضي والكتاب الأخر أيضا تكست بوكس من جزئين هو History and Anthology of English Literature يعني تاريخ ومختارات من الشعر من الأدب الإنجليزي وهو مطبوع من مطبعة واحدة اسمها Foreign Language Teaching and Research Press مطبعة تدريس والأبحاث في اللغات الأجنبية أقول لكم كتكست بوكس بذات هذا الكتاب لأنه غير أنه فيه تاريخ مختصر إنما أيضا جايب النصوص بشكل وافر أكثر من حتى من هذا المركب نبدأ إن شاء الله في محاضراتنا والنهاردة زي ما قلت قبل كده أحضر لكم PPT فعرض أيضا لحضراتكم لأنني درست هذه المواد قبل كده فPPT يعني تقريبا شبه جاهز عندي فنبدأ ونقول إن نستعرض حاجة اسمها بايوة تابستري بايوة تابستري تابستري اللي هو السجادة اللي بتنسج عارفين السجاجيد اللي بتنسج وتعلق على الحائط على الحوائط ديت في واحدة منهم اسمها بايوة تابستري بايوة ديت كنيسة في فرنسا فهذا النوع من الغزل زي ما احنا شايفين في الصورة معلق على الكنيسة دي وهذه السجادة المغزولة المنسوجة بتصف وتعبر عن الغزو النورماندي لإنجلترا الغزو النورماندي زي ما احنا عارفين في 1066 و 1066 دي بداية الأدب اللغة الإنجليزية الوسطى إنما لما بنقول بدايتها مش معنى كده بدايتها يعني الناس بدأ الأدباء والشعراء بدأوا يكتبوا باللغة الإنجليزية الوسطى في تلك السنة تحديدا مباشرة أبدا من ناحية العمليه مستحيل قبل الغزو النورماندي يكتبون لغئًا إنجليزية القديمة وبعد الغزو النورماندي بدأوا يكتبون لغئ إنجليزية قديمة لأن الفرق بين اللغة الإنجليزية القديمة وال Climate الشاشع حسناً جدًا كما قلت قبل ذلك أكبر من الفرق بين اللغة الإنجليزية الوسطى واللغة الإنجليزية الحديثة قد حدث بها لغة شكسير شكسير نهاية القرن 16 وال 17 فتخيلوا يعني الفرق الشاسع جداً، إنما هذه المرحلة الانتقالية من الغزو النورماندي في القرن 11-1066 وحتى بداية استخدام اللغة الإنجليزية الوسطى أخذت على الأقل حوالي 200 سنة يعني اللغة الإنجليزية الوسطى بدأوا لفعلاً أن الكتاب يكتبوا بها في منتصف القرن الثالث عشر فيما فوق بدأوا يعني حوالي 200 سنة تقريباً من الغزو النورماندي وبقول يعني أن الأفضل أن نشير إلى تلك المرحلة بأنها مرحلة أدب اللغة الإنجليزية الوسطى يعني العصور الوسطى بتضمن أيضاً الأدب للإنجليز القديم والعصور الوسطى زي ما قلتها بتبدأ من تقريباً القرن الخامس إلى حتى تقريباً القرن الخامس عشر وتحديداً بحدثين تاريخيين مهمين جداً تاريخ الأول هو سقوط الإمبراطورية الرومانية في 476 قرن الخامس وسقوط الإمبراطورية البيزنطية في 1453 يعني القرن الخامس عشر فنبدأ بهذا النسيج المغزول والمعلق في كنيسة بايوه ويقال أن زوجة وليام الملك وليام اللي في نورماندي ملك الديوك بتاع نورماندي واللي غزى إنجلترا هي اللي غزلت الناس جداً إنما فيه نقاط لا يرجحون هذا الرأي لأن يعني مش معقولة واحدة هي التنسج لأنه طولها حوالي 70 متر فقال له مش معقولة واحدة لتعمل الكلام ده وتخاصة إن النساء الساكسونيات الإنجليزيات في ذلك الوقت كنا مشهورات بالغزل والنسيج فهمنا الأرجح يعني إن بعد الغزل النورماندي قادة الجيش الفرنسيين النورمانديين هم اللي جعلوا السيدات الإنجليزيات ينسجوا هذا الناس وما إلى ذلك فهذا السجاد المعلق في كنيسة بايوه بيعبر عن الحرب الإنجليزية النورماندية والغزو النورماندي وكل الرسومات فيها بتعبر عن مثلا عن مقتل الملك المعركة دي اسمها هستينغز باتل أوف هستينغز معركة هستينغز معركة هستينغز معركة بحرية طبعا ومات فيها آخر الملوك الساكسونيين آخر الملوك الساكسونيين اللي حكمه إنجلترا هو الملك هارولد الثاني كان قتلة في تلك المعركة وتلك السجادة يعني اسمها The Tapestry of Queen Matilda ماتيلدا دي زوجة ويليام ويليام اللي هو الملك النورماندي اللي غزة إنجلترا ويسمى ويليام The Conqueror يعني ويليام الفاتح لأنه هو الغزة إنجلترا الملك اللي كان بقى قبل غزو النورماندي اللي كان بيحكم إنجلترا ومات في تلك السنة مات أيضا في 1966 كان هو اسمه Edward The Confessor وهو كان متدين جدا عشان كده اسمه The Confessor المعترف يعني كان متدين جدا يعني وتوفي في تلك السنة اللي غزة فيها النورمانديين إنجلترا لما النورمانديين والنورمانديين يعني لمحة جغرافية تاريخية سريعا كده هي إقليم بيقع في أقصى شمال فرنسا والنورمانديين دول أصلا مش فرنسيين هم أصلا فيكينج أصلا القراصين الفايكينج اللي جايين من أقصى شمال أوروبا يعني حتى نورمانديين نورم ديت اللي هي نورس جاية من نورس النورس اللي هي الشمال اللي هم بتشير إلى إذا في بحر الشمال نورس سي بحر الشمال والنورس دي هي كلمة بتشير إلى القبائل والشعوب السكيندينافية يعني داي النورويج الدينمارك اللي في أقصى شمال أوروبا آيسلاند بأرضا شمال ممكن تضم شمال ألمانيا هذه المنطقة كلها اللي كان بيسكنها قبائل أنجلوساكسون والجوتس والقبائل الفايكين أم بينها وبين الشعوب الإنجليزية حروب طويلة يعني قبيلة من قبائل هذه المنطقة غزت شمال فرنسا وسط توطنتها وكانت المنطقة ديت أطلق أصبحت تسمى باسم نورماندي نورماندي يعني أرض أهل الشمال أرض وأهل الشمال أصبحت هم أخذوا والمنطقة أخذت اسمهم والناس دول هم أصلا فيكينج ليس فرنسيين إنما تعلموا اللغة الإنجليزية واعترفوا مجرد ما احتلوا تلك المنطقة اعترفوا بالملك الفرنسي فأصبحوا لا يشكلون أي تهديد على الملك الفرنسي فملك فرنسا سابهم في المنطقة طالما العرش بتاعه في أمام فبالتالي تعلموا اللغة الإنجليزية واندمجوا مع الثقافة الفرنسية فلما غزوا إنجلترا قوام الجيش كان من تلك المنطقة يعني من قوام الجيش من الجنود الفايكينج اللي ادوبتد فرنش لانجوج فيه بعد لما يعني تبنوا اللغة الفرنسية فلما دخلوا في إنجلترا كان النظام الاجتماعي في إنجلترا وقتها كان نظام إقطاعي ولما نقول نظام إقطاعي يعني طبقات الشعب تبدأ بالطبقة العليا هي طبقة الحكام طبقة الحكام ويسويها أو تحتها مباشرة طبقة الكهان والقساوسة لأن في العصور الوسطى زي ما أنتم عارفين القساوسة كان لهم سطوة وسلطة كبيرة جدا خاصة في روما يعني كان يغضوا الأوامر كلها من روما كان الدولة داخل الدولة وكان القساوسة لهم سلطة يعني أكبر من سلطة حاكم البلد نفسه فكان الحكام في الطبقة العليا ومعهم القساوسة ويأتي تحتهم طبقة اللوردات والإقطاعيين وأصحاب الأراضي الأفرياء وأيضا مع تلك الطبقة تحتها مباشرة مباشرة طبقة الفرسان وطبقة الفرسان دي يعني الفارس لازم يكون على الأقل عنده القدرة أنه يشتري حصان ووسيف ودرع وخوزة فكان لابد أن يكون يعني مرتاح ماديا ليس ممكن واحد فقير وعنده قدرة أن يشتري حصان حصان زمان يعني زي عربية مرسيدس أحدث موديل في وقتنا الحاضر فكان الرجل الثري فقد هو اللي استطيع أن يشتري وهنتكلم عن الفروسية دي فيما بعد لأنها لا تتعلق بمجرد امتلاك حصان لها أيضا بعض الأخلاقيات هنتكلم عنها اللبن والأخلاق الفروسية هنتكلم عنها في حينها يعني فالنورمنديون لما دخلوا إنجلترا ولقوا هذا الوضع الاجتماعي ما غيروش في حاجة أبقوا على هذا الوضع الإقطاعي والنظام الاجتماعي زي ما هو ولكن طبعا هم دخلوا والتأثير اللي عملوا إن الملك وليام الفاتح أعطى كثيرا من الأراضي للقوات بتوعه القوات الجيش اللي ساعدوه القادة الجيش أعطى لهم والنبلاء أعطى لهم أراضي كثيرة جدا فهم أخذوا الأراضي ديت وستوطنوا في إنجلترا وزي ما عملوا في شمال فرنسا في نورمانديون هم يندمجوا مع الشعب الفرنسي ومع الثقافة الفرنسية هم أيضا لما دخلوا إنجلترا حاولوا يعملوا نفس الشيء أن هم يندمجوا مع الثقافة الإنجليزية حتى أن الملك وليام حاول أنه يتعلم اللغة الإنجليزية إنما لم يفلح حتى وفاته في 1987 لم يفلح فيه تعلم اللغة الإنجليزية واكتفى باللغة الفرنسية ولما دخلوا يعني هم مغيروش أي حاجة حتى في أسماء الشوارع وكل أسماء الشوارع أسماء المدن أسماء الكنائس فضلت زي ما هي أسماء الولايات باستثناء القلاع الجديدة اللي أنشأوها والمدن الجديدة والطرق الجديدة اللي شأوها أعطوها أسامي فرنسية إنما القديم فضل زي ما هو عليه نجي با نتكلم عن اللغة نفسها إيه اللي تغير فيه اللغة الإنجليزية قبل دخول الرومانديين لإنجلترا كان يوجد فيه لغتين فقط في إنجلترا اللغة الإنجليزية اللي كان بيتكلمها الحكام طبقة الحكام والنبلاء والإقطاعيين وطبقة الشعب الغالباء ونسيت أقول إن في تحليل التأسيم للطبقات الإجتماعية إن طبعا بعد طبقة الحكام والقصوصة والنبلاء والفرسان تأتي آخر حاجة طبقة الشعب الغالباء اللهم طبقة المزارعين والفلاحيين وطبقة الخدام سيرفس بيقع عليهم سيرفس فالسيرفس ده يعني الخادم يعني أو اللغة بيقوم بوظائف متدنية اللهم طبقة الشعب بشكل عام فلما دخلوا النورمانديين إنجلترا كان فيه لغتين فقط بيستخدموا اللغة الإنجليزية طبقة الحكام والشعب بيستخدموها والنبلاء وكل الناس بيستخدموا اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية كان بيستخدمها القصاوسة ويعني كانت لغة الصلاة والدعاء والمكاتبات الرسمية لما النورمانديين دخلوا حصل تعديل بينهم أدخلوا اللغة الفرنسية فاللغة الفرنسية أصبحت لغة المراسلات الرسمية اللاتيني أصبح ظل كما هو لغة القصاوسة واللغة اللي بتستخدم في الأديرة والكنائس واللغة الفرنسية أصبحت لغة النبلاء والأثرياء والحكام هم اللي بيتكلموا باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية أصبح طبقة الشعب الفقير فقط هم اللي بيستخدموا اللغة الإنجليزية وزا ما قلت في الحلقة المحاضرة الماضية عن الأدب اللغة الإنجليزية القديم وزا ما قلت أيضا في محاضرته عن بيولف ملحمة بيولف إن الشعب المزارعين والفلاحين كانوا يعرفوا أسماء الحيوانات فقط يعني يعرفوا إن دي كاو بقرة يعني كاو خروف وأغنام شيب خنزير اللي هو بيج يعرفوا أسماء الحيوانات لأنهم دول اللي بيتعاملوا معهم في الغيط وفي الحقل إنما ما يعرفوش أسامي اللحمة بتاعتهم إنهم ما بيكلوش الحيوانات دي مبس يستخدموها في الحقول إنما ما بيكلوها إش مين اللي بيكل اللحوم دي طبقة الأغنياء والنبلاء والناس دول دول اللي كانوا بيستخدمو اللي بيكلوه إنما ما يعرفوش بقى الحيوانات نفسها ولذلك طبقة النبلاء دول بدأوا يستخدمو الكلمات الفرنسية اللي بتشير لأسماء اللحوم زي مثلا الشعب الفقير يبقى عارف إن البقرة اسمها كاو إنما الغني والنبلاء والأثرياء يعرفوا إن اللحم البقر اسمه بيف بالإنجليزية جاية من بيف باللغة الفرنسية الخروف مثلا شيب الفقير يعرف إنه شيب باللغة الإنجليزية إنما اسم لحمته إيه؟ الأغاني بس اللي يعرف إن اللحمته اسمها موتوم ماتن باللغة الإنجليزية بقت ماتن جاية من فياندو موتوم باللغة الفرنسية الفقير يعرف إن الحيوان الخنزير اسمه بيج إنما الغاني يعرف إن اللحم حيوان الخنزير اسمه بورك جاية من بورك باللغة الفرنسية وما إلى ذلك فاللغة الفرنسية أصبحت لغة الحكام والأغنياء والنبلاء دي اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية طبقة الشعب بس اللي بتكلمها اللغة اللاتينية طبقة القساوسة ورجال الدين واللغة الفرنسية أيضا أصبحت لغة الدوائر الحكومية أصبحت اللغة الرسمية في التخاطب والمرسلات الحكومية وما إلى ذلك واللغة الإنجليزية لما نقول لغة إنجليزية اللغة الإنجليزية نفسها فيها لهجات كثيرة جداً ومختلفة يعني الإنجلترا تنقسم إلى ثلاثة أقسام الشمال والوسط منطقة الشمال ومنطقة الوسط الوسط والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطة نفسها تنقسم إلى شرق وغرب والشرق فيها لندن وكل منطقة طبعاً لها لهجة خاصة بها وتعبيرات خاصة بها حتى وقتنا الحاضر يعني حتى أن اللهجات الإنجليزية التي تجدها في إنجلترا رغم أن إنجلترا كمساحة ليس كبيرة نجد أنها أكثر بكثير من اللهجات الإنجليزية التي تستخدمها في أمريكا رغم أن أمريكا أيضاً لهجة الشمال غير لهجة الجنوب غير لهجة الشرق غير لهجة وسط الغرب إنما مع ذلك إنجلترا فيها لهجات كثيرة جداً فالكلام كان أيضاً موجود في العصول الوسطة إنما مع مرور الوقت أصبحت لندن منطقة المنطقة الوسطى الشرق فيها لندن أصبحت هي العاصمة وأصبحت اللهجة بتاعتها هي اللهجة الغالبة ولذلك هي اللي حددت ملامح ومعالم اللغة الإنجليزية المستقبلية اللي إحنا ما زلنا بنتحدث بها حتى الآن بعد دخول النورمانديين يعني زي ما قلنا فيه تأثير حصل في اللغة اللغة الفرنسية دخلت هذا التأثير أيضاً امتد للأدب الإنجليزي نفسه لأن الناس الأرستوكراتيين واتصلهم بالثقافة الفرنسية أدى أيضاً أنهم يستخدموا بعض الفورمات في الأدب الإنجليزي الفرنسي بعد أيضاً الإقاع الشعر الفرنسي بدأوا يستخدموا بعض أشكال الأدبية في كتابة القصيدة الإنجليزية أخدوه أيضاً من الشعر الفرنسي ومع وجود هؤلاء النبلاء اللي منهم كتير منهم فرنسيين نورمانديين وعلى فكرة اللغة النورماندية يعني مش هي اللغة الفرنسية المعروفة الآن في وقتنا الحاضر لا كان اللغة فيه لغة فرنسية نورماندية مختلفة يعني هتكلم أيضاً عن النقطة دي فيما بعد عندما نيجي نتكلم عن المغنيين الشعبيين الفرنسيين فالأدب الإنجليزي بلمحه بدأ التتغير يعني مثلاً في الأدب اللغة الإنجليزية القديمة كان الشاعر الإنجليزي لابد أنه يبحث عن بيترون بيترون يعني واحد يتعهد وكيل له ويتعهده ويصرف عليه ويعطيه مبلغ شهري ينفق عليه عشان الشاعر دو يتغنى بعظمته وكرمه وشجاعته زي زمان كده المتنبي وأبو نواس والشعراء العرب القدامى إنما يعني هذا النظام بدأ يختلف بعد دخول النورماندين بعد دخول النورماندين الشعر الإنجليزي بدأ يتأثر بالشعر الفرنسي وبدأ يأخذ شعر الأوروبي بشكل عام فبدأ يبعد عن مسألة إن الشاعر يكون له بيترون خاص به ينفق عليه وبدأت هذه الملاحم الشعرية اللي بتكتب بدلا ما تكتب في شخص غني بقت تكتب فيه مثلا الهيروس الأبطال السكسونيين والأبطال الرومانيين والأبطال الفرنسيين بقت منصبة على البطولات بعض الشخصيات التاريخية وبعضها شخصيات خيالية نتكلم أيضا عن هذا التقسيم فيه بعدما نتكلم عن الأغاني الشعبية لأن ثلاث مواضيع أصباحي تتركز عليها مواضيع روما خاصة بروما ومواضيع خاصة بفرنسا شخصيات ومانية يعني شخصيات فرنسية وشخصيات إنجليزية أول عمل نقدر أول قصيدة يعني أول قصيدة إنجليزية نقدر نشير إليها مش معروف مين اللي كتبها هي اسمها The Owl and the Nightingale يعني البومة والعندليب الكروان البومة والكروان وهي مكتوبة تقريبا في أواخر القرن الـ 12 وأوائل القرن الـ 13 وهو مكتوبة باللغة الإنجليزية الوسطى ديت وهي عبارة عن debate يعني هي debate poetry مناظرة ومجادلة ما بين بومة وما بين كروان وكل واحد فيهم بينتقد الآخر كل واحد بينتقد الآخر يعني الكروان يقول البومة أنت صوتك وحش والبومة تهد وتقول وأنت ما يعني ما بتغنيش إلا في وقت معين في اليوم أو الليل وأوقات محددة كل واحد يعني يلقى بالتهم والانتقاضات على الآخر لغاية في الآخر هيتفقوا أن هم يروحوا لقصيس أو راهب معين عشان يكون هو الحكم بينهم ويطيروا الاثنين بحثا عن ذلك الراهب والملحمة بتنتهي هنا وطبعا القصة ديت هي قصيدة شعرية مش معروف مين كاتبها إنما هي عبارة عن نقد نقد للمجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت ونقد لبعض الشخصيات الإنجليزية وهي أيضا بتاعكس الـ legal system بتاع الكورون الوسطى في ذلك الوقت لأن هي من خلالها بنعرف إيه اللي كان بيحصل لما بيكون فيه يعني conflict وكلاش وصدام وصراع بين شخصيتين ونما بيلتجئوا لشخص محكم فيما بينهما وما إلى ذلك والقصيدة ديت مكتوبة بنظام شعري اسمه تيتراميتا تيتراميتا يعني تفعيلة أربع تفعيلات في البيت الشعري الواحد وكل ده متاخد بقى بيظهر ده أثر الشعر الفرنسي على على اللغة الإنجليزية إنما هي irregular تيتراميتا يعني ممكن بيت يكون أربع تفعيلات بيت آخر يكون خمسة بيت آخر يكون ثلاثة وما إلى ذلك يعني نشوف على الشاشة دلوقتي ده مثال لي القصيدة ديت الجزء اللي فوق دوت ده اللغة الإنجليزية الوسطى طبعا تقروا مش فاهمين إيه ده يعني ده إنجليز ده مرسي يعني ده حاجة مش فاهمين منها حاجة إنما الترجمة باللغة الإنجليزية الحديثة The nightingale began the match يعني الكروان بدأ المناظرة Off in a corner on a fellow patch sitting high on the branch of a tree Where blossom bloomed most handsomely نقل لها اللغة الإنجليزية الحديثة بقى اللي إحنا عارفينها نما نقرى الجزء اللي فوق ده مش فاهمين إيه اللي بيحصل يعني نتكلم شوية عن النظام الشعر الإنجليزي والعروض الشعر الإنجليزي في ذلك الوقت وإزاي تأثرة بالشعر الفرنسي فنجد إن نظام المتريكال سيستم العروض الشعر الإنجليزي بدأ ظهوره في القرن الثلاثاشر ووصل لمرحلة النطق في عصر تشوسر تشوسر هو أبو الشعر الإنجليزي لأنه هو أول من كتب الايامبك بنتاميتر الايامبك بنتاميتر البنتاميتر تيتاميتر يعني 4 تفاعلات بنتاميتر يعني 5 تفاعلات هذا كله كلام لاتيني فبدأوا يستخدموا أيضا الاندرايم يعني ده أيضا أول ما نستخدمه هو تشوسر أول ما نستخدم الاندرايم هو تشوسر حتى كانت بتكتم غيم غيم يعني بالفرنسي R-I-M-E بالطبع الرايم بالإنجليزي R-H-Y-M-E وبدأوا يستخدموا السيلابيك لاين السيلابيك لاين يعني اللغة الفرنسية بتعتمد شعر اللغة الفرنسية بيعتمد على عدد المقاطع في كل بيت وفي الغالب يكون 14 مقطع مثلا الكلام ده مكانش موجود في اللغة الإنجليزية في شعر الإنجليزي القديم الشعر الإنجليزي القديم بيعتمد على عدد السترس والأكسنس اللي في كل سطر إنما بدأوا مع الاندماج مع الثقافة الفرنسية بدأوا أيضا يحرصوا على أن كل سطر يكون فيه عدد محدد من التفعيلات بمعنى عدد محدد من أيضا المقاطع وفيما بعد الإنجليز بدأوا حتى يعني يركزوا أكثر على عدد المقاطع فقط بدون أي نظر لي وبدأوا يحاولوا يوزنوا أشعرهم بعدد المقاطع فقط وهذا اسمه Syllabic Poetry Syllabic Poetry يعني الشعر اللي بيعتمد على عدد المقاطع فقط ومازال حتى الآن كتير من الشعراء الإنجليزي بيعتمدوا عليه إنما أنا رأيي يعني الشعر الإنجليزي صعب جدا إننا نوزن الإقاع بتاعه اعتمادا على عدد المقاطع فقط يعني تقريبا مستحيل يعني أتحدى أي واحد يكون بيكتب هذا الشعر لأن بالطريقة دي نحن ممكن نمسك الجورنال نمسك أي مقالة منشورة في الجورنال ونقطع الكلام بتاعها بحيث عدد المقاطع ونعمل منها قصيدة خلاص موضوع سهل خالص يعني إنما لا إقاع الشعر الإنجليزي لابد إقاع الشعر الإنجليزي لابد أن يعتمد على accent على stress stress النازل في أي كلمة إنما بعض الملامح لعروض الشعر الإنجليزي اللي بقيت اللي بقيت حتى بعد الغزو الروماندي نجد فيها يعني تكرار عدد الاسترس والضغط على الكلمات في كل بيت هذا التكرار ظل مستمرا في الشعر الإنجليزي حتى بعد الغزو الروماندي وأيضا الألتريشن الشعر الإنجليزي القديم كان مبني على هنا ليس الألتريشن القفل اللي في نهاية البيت بل على الألتريشن هو تكرار الصوت الأول من الكلمة لإحداث سجع وصوت موسيقي ظل هذا الألتريشن ده استخدام الصوت الأول من الكلمة مستخدما في الشعر الإنجليزي حتى بدأ واستخدم الألتريشن كلمة مقصود بها المقطع الشعري المقطع من القصيدة يعني البيت الشعري فوت يعني التفعيلة ميتر سواء البريطاني أو أمريكي أنا أستخدم منها البريطاني ميتر يعني البحر الشعري مونوميتر يعني سطر في تفعيلة واحدة فقط مثل مثلا ذس أ ذس مقطع وإ ذي كده تفعيلة ولان كل كلمة من الكلمات ديت من الرسم يعني كلمة متكونا من مقطع واحد فقط فممكن التفعيلة هنا تبقى آيام بك أو أيام بك يعني تفعيلة من مقطعين المقطعين المقطع الاول لا يوجد ضغط عليها و المقطع الثاني لا يوجد ضغط عليها مثلا نقول كلمة behave عندما تقول احترم نفسك نجد بكلمة behave المقطع الثاني هو اللي على الاسترس فدي كلمة ايامبك مية في المية إنما لو المقطع الاول هو الاسترس عليها اسمه تفعيل اسمه تروكيك ايامب و تروكي فلما نجد ان الكلمة مجرد مقطع واحد فقط يبقى هنا بقى ممكن نحط الاسترس على الكلمة الاولى او على الكلمة التانية على المقطع الاول او الكلمة التانية حسب سياق الكلام و حسب التفعيلة والنغم الغلبة على القصيدة كلها هل النغم الغلبة على القصيدة كلها ايامبك ولا تروكيك و طبعا احيانا بيحصل حاجة اسمها بنقول عليها inversion انفرجن يعني التفعيلة بتتحول من ايامبك الى تروكيك يبقى ماشي ايامبك ايامبك تتمتا 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 و فجأة التفعيلة تقلب تمتا تمتا معنا قلب التفعيلة دي قلبها من ايامبك لتروكيك عشان يحدث اثر معين لما بيحط استرس على اثر معين و ده ربط انا امثلة قبل كده اظن في محاضرة سابقة عن استخدامة شعر وليام ويردسورث ازاي ماشي بتفعيلة في قصيدة دافودل مثلا شكرا كل ده ايامبك و فجأة na variety دين يترعى طوكيك لأن كلمة دانسنج يقع على المقطع الأول وليس المقطع الثاني فهنا هناك ديناميك موفمين في حركة ولذلك هو يحب يحط على كلمة دانسنج وده طبعاً من عبقرية الشاعر أنه يعرف إمتى يحط على كلمة وإمتى يعمل تفعيلة يتحول من تفعيلة إلى تفعيلة من تفعيلة هدية هدية إلى مرة واحدة يدخل على التروك كايك لكي يحط ضغط ويظهر شعر عظيم فقط هو الذي يقدر يعمل وطبعاً كنقاد وأنا كمتخصص في عمل عروض المقارن أقدر ألقط هذه الأشياء والشعر العرب والشعر الصيني والشعر الفرنسي أيضاً فالمهم لو سطر بقى البيت الشعري فهي تفعيلتين بأسمه ديميتر لو في ثلاث مثلاً ريتش ذا تريجر ريتش ذا تفعيلة تريجر 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 هي كلمة التي حددت ميزان الشعر ميزان نوع البحر هنا تريجر 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 لا تريجر 8 تفعيلات أكتاميتر 10 تفعيلات ديكاميتر هذه استعراض سريع لبعض المصطلحات لما نقول في عروض الشعر الإنجليز لو قلنا أيام بك بنتاميتر يعني خمس تفعيلات خمس تفعيلات يعني عشر مقاطع وأيام بك زي ما قلنا هي تفعيلة بتبدأ من مقطعين الضغط بيقع على المقطع التاني مثل الكلمة دي السطر الدواء The plow man The plow بالتعبير الشعر يعني العروض هقطعها طبقا للعروض الشعر الإنجليز The plow man how or plods his weary way تتم 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 خمس نغمات وربعة and leaves the world to darkness and to me تتم 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 خمس مرات ونلاقي ان بيقع على المقطع التاني طبعا لما بنقرأ الشعر هبنقرهوش بالطريقة دي إنما الودان المتضربة بتسمع الإقاع على طول بالطريقة دي بحيث لو في أي كسر في الإقاع بالودن على طول كده بيستمع نقدر نحدده كلمة couplet يعني المقطع اللي بيكون متكون من بيتين من الشعر كوبلي يعني couplet وفيه rhymed couplet ذا يعني زي المثناوي كده شعر جلال الدين الرومي مولانا جلال الدين الرومي لألاف الأبيات المسمى مثناوي لكل البيتين ليهم ريم واحد ليهم قفية واحدة مثل مثلا أبريل قفية وضحة وده اسمه هيرووك couplet هيرووك couplet هيرووك couplet يعني تفعيلة آيامبك تتم وخمس تفعيلات بعشر سيلابلز هيرووك couplet هيرووك couplet او يعني ادخله في الشعر الانجليزي هو تشوسر هو تشوسر ولذلك تشوسر يسمى لقبه أبو الشعر الانجليزي واستحق طبعا هذا اللقب يعني نتكلم بعد كده على الفروسية 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 هذا الفارس يجب أن يكون ثري بما يكفي لأن يملك حصانا وسيفا ودرعا ومن أخلاق الفروسية بالأقول من أخلاق الفروسية أنه يدافع عن الضعيف وينتصر للمضضوم وأنه عندما يرى منكر أو خطأ يصحح هذا المنكر والضعيف هنا أيضا يتضمن النساء يعني يقف مع المرأة الضعيفة ضد أي ظالم وأيضا الميزة التالتة أو الخاصية التالتة المتميزة في طبقة الفروسية هي أنهم يدفعوا عن العقيدة المسيحية ضد الكفار والكفار هنا مقصود بهم بواجه الخصوص المسلمين يعني المسلمين كانوا بشرق لهم مسلم انفدلس يعني الكفار المسلمين وأوريكم حتى صفحة ثمانية وتلاتين يعني علشان في ناس يعني لهم مش فاهمين كلمات يعني انفد المسلم صفحة ثمانية أهي صفحة ثمانية وتلاتين تحت صبع مباشرة تحت صبع مسلم انفدلس أهي مسلم انفدلس لطبعا تبقى للعقيدة العقيدة المسيحية المسلمين كفار وأيضا تبقى للعقيدة المسلمة المسيحيين كفار وإلا بنتكلم على العقائد ما بنتكلمش على المعاملات المعاملات المفروضة تكون فيه معاملات بالحسنة وفيه معاملات تجارية وكل شيء ما فيش مشاكل خالص إنما من ناحية العقيدة لو فيه مسيحي شايف ان فيه المسلم ده مش كافر ده بقى مقاش مسيحي ولا فهم حاجة في المسيحية لأن المسيحية عشان تكون تنالي الخلاص وتدخل الجنة لابد من انك تؤمن بأن المسيح هو المخالص لابد من تؤمن بعقيدة الفداء والخلاص وكلام ده كله وطبعا الفروسية دي كانت طبقة في الجيش في الجيش البريطاني الإنجليزي الأوروبي بشكل عام يعني كان فيه ثلاث ثلاث فرق من الفرق الفروسية في أوروبا الأول فرقة اسمها The Order of the Hospital of St. John of Jerusalem توقيت الهوسبتاليين حتى تفتكروا في فيلم صلاح الدين لما صلاح ذو الفقار قبل نادية لطفي وسألها انت مين فارقته انه هي من فرقة الهوسبتاليين أنا فكرها حتى حاول اعرضها لكم لو لقيتها الفرقة 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 قائدة الهوسبتاليين وده تأسست في 1999 و 1999 ده يعني السنة اللي مات فيها اللي مات فيها ريتشارد وطبقة تانية The Order of the Poor Knights of Christ and the Temple وكان اسمها طبقة The Templar الفرسان الهيكل وده تأسست في 1119 وطبقة الفرقة الفرقة تأسست في 1143 نتكلم عن أشكال الشعر في ذلك الوقت طبعا طبقة الفرسية ووجود طبقة الفرسان أدى أيضا إلى نشوق شعر خاص بهذه الطبقة يعني قصائد الغزل قصائد كورتلي محطوطة بين كصين كورتلي يعني شعر عذري عذري حب مؤدب ولذلك محطوطة بين علامة التنصيص لأنه حب مؤدب لأنه ليس مؤدب قوي لأنه يجب أن يكون بالنايت فارس وبين امرأة نوبل من النوبلاء من النبيلات وتكون متزوجة هذا الشعر يجب أن يكون بين واحد نايت فارس و واحدة متزوجة من النبيلات وإنما لا يتم فيه أي علاقة جسدية يعني هذا ما يميز هذا النوع من الشعب وكل قصيدة تتحدث عن قصة و هذا مأخوذ من طبقة من المغنيين والشعراء الشعبيين الفرنسيين في الأساس اللي اسموهم تروبادول كانوا موجودين في سادن فرنس في جنوب فرنسا وكانوا يتكلمون بلغة يعني هي ليس لغة الفرنسية الموجودة دلوقتي هي لغة انتهت من اللغات الرومانسية تنتمي عن اللغات الفرنسية والإيطالية والأسبانية إنما لم تستمر حتى وقتنا الحاضر فالتروبادول هذا شاعر غنائي في العصول الوسطى كان يغني باللغة اسمها بروفنسال هي اللغة تنتمي لعائلة الرومانسية الفرنسية الإيطالية والأسبانية من قرن 11 إلى قرن 13 وفي العادة موضوع القصيدة أو الأغنية القصيدة الغنائية التي يغنيها على الآلة الموسيقية التي معها يكون هذا الكورت الحب العذري لو حبنا نشبهه بالشعر العربي فيه حب عذري من رواده قيس بن ذريح وقيس مجنون ليلى قيس بن الملوح وفيه الشعر الصريح من رواده عمر بن أبي ربيع الكورت اللفظ أيضاً كان بيعتمد على هذا النوع من الشعر كان بيعتمد على قصص الملك أرثر عارفين قصص الملك أرثر والراون تيبل نايت كان فيه 11 فارس من الفرساء 12 فارس يبقوا قاعدين معه حول دائرة مستديرة وهو كان ملك يعيش في القرن الخامس تقريباً وكان من الملوك الإنجليز اللي بيصده هجوم الفايكينج والأنجلساكسونت عليهم وكان معروف بعدله وشجعته ونزهته كان محبوب جداً حتى انه هو أول من بدأ بفكرة الدائرة المستديرة دي دائرة المستديرة دي يعني ايه دائرة مستديرة؟ يعني لما ما تعرفش مين فيهم الرئيس ومين المرؤوس إنه فيش مكان مميز للرئيس كلهم سواسية فممكن يكون هو حتى لو هو كملك يعني معروف بالتاج أو بالكورس اللي هيقعد عليه إنما باقي الفرسان كلهم مفيش حد مميز عن التاني فهو كان معروف بالعدل وبالمسواة وكان محبوب ونوسي قد حاوله بقى قصص كتيرة جداً كتير منها خيالي ما حصلش أصلاً يعني وكان هو بقى بيستخدم كشخصية رئيسية في الكورتليلوف هذا النوع من الشعر الغنائي الحب العذري وكان فيه أيضاً نوع آخر يعني ده الشعر العذري ده لازم يكون فارس ويحب واحدة من النبيلات وتكون متزوجة وما حصلش أي اتصال جسدي جنسي يعني ونوع آخر من الأغاني الشعبية أغاني الحب أيضاً هي أيضاً أغاني حب وقصص حب إنما مش النوع الأولاني ده مش الكورتليلوف وده بيبقى معمولة أيضاً فقط لتسليط الأغنياء والأثريات يعني الشعر بينسج قصة بيحكي قصة بالشعر وبتكون معمولة في الأساس لتسليط النبلاء وبتركز على على النبالة على قيم النبالة وقيم الفروسية والقيم المسيحية لأن في الوقت ده المسيحية كانت قدين قوية جداً وكانت مؤثرة بقى في كل أشكال الأشكال الأدبية التي كانت سائدة في ذلك العصر وشعر ونثر وكل حاجة كان كل حاجة لازم القيم المسيحية تكون متواجدة في القصيدة ومواضيع هذا النوع بقى من الأغاني أغاني الحب كان يأخذه مثلاً كما قلت في بداية الحلقة شخصيات رومانية تاريخية إما شخصيات فرنسية شخصيات فرنسية كان شارلي مون وإما شخصيات بريطانية وكان أشهرها ملك أرثر والدائرة المستديرة أول قصيدة غنائية هنقدر نعدها يعني من قصائد الحب الرومانس يعني قصة حب بتتقال في شكل قصيدة في شكل أغنية هي قصيدة كينغ هورن كينغ هورن اللي تقريباً كتبت في 1225 1225 دي أول قصيدة وبتحكي عن أمير الجيش جيش المسلمين يعني هتغزوا بلده كل دي قصيدة خيالية طبعاً طبعاً في الوقت ده كان المسلمين هم يعني العدو الأول والعدو اللادور ليهم وكان اسمهم في وقت ساراسنس يعني الجيش المسلمين فهرب من المملكة بتاعته وراح لمملكة تانية وعاش في بيت في أسر ملك ملك اسمها وسترنس وأحب بنت الملك وبعد كده مؤمرة تعملت عليه على الأميرة اللي حبها فتم نفيه إلى آيرلند وإنما في آيرلند أثبت نابلته وأثبت شجاعته فيعني استرد حقوقه القصيدة التانية نقدر نقول The Lay Of Havelock The Lay Of Havelock The Lay Of Havelock ده اسم الفارس اسم الأمير ودين دينماركي تقريبا في 1300 كدبت في 1300 وأيضا بتكلم عن الأمير هاذلوك اللي أيضا هو دينماركي ولكن أيضا هرب من بلده بسبب الحروب وراح إلى إنجلترا المرة إنما أيضا يعني نابلته وأصله الطيب وأصله النبيل كأمير ظهر عليه بأنه فيه حالة من النظوق ظهرت فوق رأسه ورجع لدينمارك بعد كده ورجع معه وأميرة جولد بورو وقدر يسترد عرشه ومن الأغاني الشعبية الأغاني البلد المشهورة في ذلك الوقت أغاني البلد يعني زي شعراء الربابة عندنا بالضبط الشاعر الغنائي الشعبي ماشي بالربابة بتاعته بيغني هم كان عندهم نفس الفكرة والأغاني الشعبية البلد ديت اسمها بدأت 1300 تقريبا ل 1700 وكان فيه انتقلت طبعا كلها أورالي مش مكتوبة شعر ينقلها للشعر وجيل ينقلها للجيل فانتقلت شفاهة ومن أشهرها الشعر اللي كتب على الحدود ما بين انجلترا وسكوتلندا اللي كان فيه حروب ده قائمة دايما بين الاثنين واسمها بوردر بلس بوردر بلس بوردر يعني الحدود يعني أغاني الحدود أغاني الحدود شعر الحدود اللي بين كل شيء قصيدة أو أغنية بتمدح يا إما بطل بريطان إنجليزي يا إما بطل سكوتلندي وكان من أشهر الشخصيات المستخدمة في ذلك الوقت يعني شخصية روبينهود روبينهود طبعا شخصية عارفينها وناس كثيرة بقى شعراء كثيرة أشاروا إلى روبينهود واستخدموه في شعرهم زي ويليام لانجلند اللي استخدموه في قصيدة اسمها The Vision أشهر قصيده وهتكلم عليها إن شاء الله The Vision of Piers أحلام بير بلاومن يعني المزارع واستخدمها وويليام شيكس بير أيضا أشار إلى روبينهود وروبينهود كان ساكسوني ولكنه لجأ إلى سرقة من الأغنياء لإعطاء الفقراء وهو عاش أثناء فترة حكم ملك ريتشارد قلب الأسد أعتقد أنا كده أتكلمت كتير جدا هسجل حلقة دلوقتي تاني هكملها على طول يعني أنا هكمل إنما هحتاج على الأقل ساعة كمان تقريبا فأنا أفضل أقسم على جزئين فنكتفي دلوقتي بالحلقة دية المحاضرة ننهيها حتى هنا يعني وهكمل في محاضرة أخرى إن شاء الله ونكمل مع تاريخ الأدب الإنجليزي الوسيط أو أدب اللغة الإنجليزية الوسطى Middle English Literature السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى